أن رفض كل طرف تقبل الطرف الآخر جلسة جديدة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في اليمن قدم فيها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ إحاطته والتي حملت العديد من المضامين الإنسانية والسياسية والأمنية والتحديات الراهنة ومستقبل المحادثات تطرق المبعوث الخاص إلى الحديث عن تكاثر الأسلحة وانتشار الألغام الأرضية واستهداف المدنيين من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع وغارات التحالف العربي الحديث عن الحل السلمي للأزمة السياسية كان حاضرا في إحاطته حيث أشار ولد الشيخ إلى أن رفض كل طرف تقبل الآخر يبعد الحل الشامل الذي يسعى إليه حد قوله وفيما يتعلق بالجانب الإنساني فقد أشار ولد الشيخ إلى أن سبعة ملايين يمنيين مهددون بخطر المجاعة وأن ربع اليمنيين غير قادرين على شراء المواد الأساسية فيما لا يستطيع نصف السكان الحصول على مياه صالحة للشرب مضيفا أن تراجع الخدمات الصحية أدى إلى تعطل أكثر من نصف المشافي على الصعيد العسكري قال المبعوث الأممي إنه تمكن من إيقاف عمل عسكري نحو الحديدة وبحسب قوله فإن ذلك سيؤدي إلى منع دخول المواد الغذائية مشيرا إلى أن وفد المؤتمر والحوثي لم يحضر للتباحث بهذا الخصوص على أساس أن يتم استخدام الموارد المالية للرواتب لا للتمويل الحرب المجتمعون في البيت الزجاجي استمعوا أيضا للأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين الذي أكد مرة أخرى أن اليمن يعاني من أزمة الأمن الغذائي وأن قدرة الناس على شراء الطعام أصبحت ضئيلة إضافة إلى التعطيلات الحادة لصيد الأسماك والإنتاج الزراعي فيما حملت كلمة سفير اليمن في المجلس خالد اليماني في مطلعها إدانة الحكومة لمحاولة اغتيال ولد الشيخ بينما كان يحمل المبعوث مقترحه بخصوص ترتيبات تسليم مدينة الحديدة لقوات الشرعية مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية أبدت موافقة مبدئية على مقترح ولد الشيخ وأشار اليمن إلى الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الإنقلاب بحق المدنيين في تعز ملوحا بصورة الطفل الذي قتل بقصف للميليشيا خلال الأيام الأخيرة لا جديد يلوح في الأفق ولا تحركات سياسية جادة لإخراج اليمن من محنته خصوصا وأن كافة الأطراف الفاعلة في مجلس الأمن فضلت الصمت والانتناع عن الكلام خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن ستظل الأزمة اليمنية بمثابة وصمة عار في ضمير الإنسانية التي تصمت حين يجب أن ترتفع الأصوات لإنهاء اختطاف شعب بأكمله ومحاولة جره لعصور ما قبل التاريخ في حين يتسابق العلم لاقتحام الفضاء الخارجي اشتركوا في القناة